بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صورة الزمر الآية العاشرة إخواني الكرام أخواتي الفاضلات كلنا في حاجة ماسة إلى هذا الزاد المعين على مشاق الصفر فالحياة الدنيا عامرة بالعقبات عامرة بالهموم والمشكلات كذلك أعناقنا رقابنا ذممنا مشغولة بالواجبات والتبعات كل ذلك يحتاج منا إلى صبر جميل فالصبر هو الزاد المعين هو زاد الطريق ربنا عز وجل في الآية العاشرة من سورة الزمر يبشر الصابرين يبشرهم بالأجر العميم بالأجر الكبير الذي لا حد له ولا سد له ولا عد له إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يبلغ من أن يكون هذه الرقمات الزمن عن طريقة الزمن فالما يقول الأمر لتعرف الزمن لتعرف الزمن ويجب تعتبر التي تتشكر التي تتشكر هناك أشهر ذهوراً أمكين دخلنا الواجبات مزيد العشور لرمضان الحج إلى آخره واجبات الخاصة أحداً تشهر الواجبات النغر، تشهر النغر، سيذر المان النغر، العرش النغر، تمورة النغر، دنياً مرة أخطرنا أن الساعة يكون الانتماء أمذان ينتمي إلى أسرته أم ذاني تعيش أكتوى شلتس إسعى الواجبات أم ذاني تعيش ذي الحومة أندي تذير لينتمي إلى حيه إلى حومته له واجبات وتبعات أم ذاني داخل بذروميس داخل تدرثيس داخل العرشيس داخل تمرثيس الإنسان له انتماءات متنوعة انتماء إلى أسرته إلى مجتمعه إلى حيه إلى قريته إلى وطنه بل إلى الأسرة البشرية قاطبة لأننا بشر وقد قال ربنا عز وجل في سورة الحجرات في الآية رقم 13 وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ذينمي ربي سبحانه عز وجل اسفرح الصابرين لا جرام قرآن استواذ أم قرآن ودنا رشحال ودنا لا قنطار ولا ذرار ولا سني ذرار إناد بغير حساب سورة الزمر الآية العاشرة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الأنبياء والمرسلون هم صفوة الخلق ربنا عز وجل ابتلاهم بما يشاء وقد واجهوا وقد واجهوا تلك الابتلاءات بالصبر الجميل وبالنفس الطويل هذا شيخ الأنبياء نوح شيخ الأنبياء نوح عليه الصلاة والسلام يجرث ربي صلحانه أما كان يجرث يجرث يمشي عني ينس أما كان يجرث يمولهن ثالثة يعني الأنبياء والرسل 950 سنة وهو يدعوهم إلى التوحيد 950 سنة سوى القوم ينس سفريض ربي لأن هذه السنة ربي يسخدمنا على شريك مشي 9 ايام مشي 900 يوم مشي 9 سنين 750 سنة ولكن سبحان الله نطق فمه بما خلده كتاب الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ربما بعضنا يدعو إلى الله أسبوعا واحدا أو سنة واحدة فيفشل ويستسلم ويقول كنت ندعوهم وما حبوش خلاص خليهم وهذا خلل لأن طريق الدعوة هكذا محفوفة بالمكاره وبالأشواك لا بد من زاد والزاد هو الصبر ربنا عز وجل قال في صورة النحل في الآية 125 ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني في صورة يوسف الآية 108 من ولن أمشي أمغار الأنبياء 950 سنة يساوى للتوحيد يتوليه مذانا سفرض ربي سبحانه عز وجل ورقفين نارا القليل في قبلان قليل سيغنوال ولكن يصبر السوسع الخطريس يصبر أدنو غل سيدنا أيوب مضرب المثل مضرب المثل سيدنا أيوب نقوله فلان عنده صبر نتع أيوب رفيرانس موديل مرجع يكون قار الفلاني والله هذه ساعة سفر لسيدنا أيوب ربي سبحانه يجربيث يجربيث مليح ولكن يصبر في صورة الصاد الآية 44 أشهدنا ربي سبحانه وفسدنا أيوب إن وجدناه صابرا يفاث يفاث وين الصفران صابر إن وجدناه صابرا سبحان الله وجدناه شفو تسوى جدناه معناه ربي سبحانه قال ربي يفاث ذويني صفران سقوى جدناه صفران قارن في قضائل مثل زاد المصيفة ورعني الخام ذي السولة مثل زاد تسوين عزيز ويصفر ويقفر ذويني صفران ذويني صفران مجدناه ويقفر 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 من يتقبل هذا الابتلاء وهذا الاختبار هو اختبار دقيق عميق صعب ثقيل ولكن سيدنا اسماعيل وشق الباباه كما في صورة الصافات الآية مية واثنين قال يا أبا تفعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قال يا أبي افعل ما تمر جاك أمر من الله طبق نفذ الأمر الإلهي قال ستجدني أي دفض إن شاء الله كما قال على سيدنا سيدنا أيوب ربي قال إن وجدناه صابرا وهنا سيدنا اسماعيل وشق الله ربي سبحانه على لسانه قال يا أبا تفعل ما تمر ستجدني ستجدني إن شاء الله من الصابرين إذن نذكر ذلك من قصص الأنبياء على سبيل التمثيل لا عساب على سبيل الحصر والأنبياء كلهم جربوا جرب إبراهيم الخليل بالنار المحرقة كما تعلمون التي حذرها وهيأها الكفار والمشركون ولكن ربنا عز وجل كلما صبر نبي إلا وأتبع الله لابتلاء بالبشرى دايما هاو قال رب سبحانه واشقل للنار التي ستحرق إبراهيم حسب تخطيطهم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم أربي لو كان دينا بردا بل كذن مثال كونجلي أذن مثال البرودة ولكن رب الناس وسلاما كوني بردا وسلاما على إبراهيم إذن كل صبر يأتي يعني الإبتلاء معه الصبر وبعد الصبر قارن الصبر نال البشرى هذه بشرى والأمثلة كثيرة تطرى نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا أبتلي كما أبتلي غيره ربنا قال فاصبر وما صبرك إلا بالله يعني في سورة النحل الأيامية وسبعة وعشرين ورب قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل سورة الأحقاف الآية خمسة وثلاثين ربنا عز وجل يخاطب النبي الصلاة والسلام بقوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل إذن إخواني أخواتي ربنا عز وجل أمر النبي والمرسلين بالصبر وأمران نحن أيضا بالصبر ولكن سبحان الله يوم حنين حدثت حادثة ألحقت ظلما بالنبي المصطفى صلى الله ورحمة وقد اتهم وهو أحدهم في عدله بعد أن أشرف بنفسه على قسمة الغنائم فقال ذلك الإنسان قسمة لا عدل فيها يعني يوم حونين جاء صلى الله عليه وسلم مكفض الغنائم يوم سلح حضرين القسم يجي وثاذ لا يعني قسم الدنبي عليه الصلاة والسلام ذا هو القريحة ذا هو الزيم مليح ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم حينما بلغه الخبر قال من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم طبق مقتضى قوله تعالى في صورة الأحقى في الآية 35 فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل كي من حناية كي كن واحد مبتلى نقول اصبر كما اصبر فلان نحتاج من رفيرونس في حياتنا اصبر كما اصبر فلان إذا كان مرأة صبري كما صبرت فلان نحتاج إلى مراجع نحتاج إلى قدوات في حياتنا والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك ربي قال اصبر كما اصبر أولو العزم وأولو العزم هم خمسة كما تعلمون نوح شيخ الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن موسى كريم الله عيسى المسيح محمد عليه الصلاة والسلام جميعا هؤلئهم أولو العزم من الرسل النبي عليه الصلاة والسلام طبق مقتضى الأمر الإلهي فصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وذكر موسى كما في الحديث قال من يعدل الله إذا لم يعدل الله هو رسوله رحم الله موسى قد أُوذي بأكثر من هذا فصبر فصبر الله يرحم موسى عليه الصلاة والسلام أُوذي بأكثر من هذا وقصة موسى معروفة رحم وزع في القرآن الكريم في 73 موضعاً في القرآن الكريم بدأت يعني بدأ الإبتلاء منذ كان صغيراً كان وليداً إماه أم موسى استقبلت وحياً فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين قلنا قبل حين بعد كل ابتلاء يكون صبرك يكون صبرك البشرى هاو ربي صبحانه بشر والدة موسى عليه السلام قال فإذا خفت عليه لقفت على أوليدك واش تديري لورميه في البحر فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ما تخافي ما تحزني أورت ساقواذ غس تقواذ الثميم ذكرت غالبحار إلا ربي البحار جند من جنود الله سيثوريك في ذا الإبتلاء أمغي موسى ما سمك تحصان وإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني البشرى إنا رادوه إليك أمديوغل موسى أميم سيربييم أديوغل هيري فاسنيم إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين بشارتان الأولى الأولى عودة موسى سالما إلى حجر أمه الثانية أن شرفه الله بمقام الرسالة إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وقد تحقق وعد الله إذن الأنبياء كما قال نبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل ذا ستلسى المغدقار الأنبياء إجر فيثنا ربي ملي حطاس بعد كنيف ثميز وارم ثم الأمثل فالأمثل أوني فغانا ذي لي أكذ الأنبياء ذي يوم القيامة ذي ليسي الصابيرين ومن الذين أنعم الله عليهم كما في صورة النساء في الآية 69 من النبيين هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إذن هذه بشائر تعقب الصبر بل تعقب الصابرين بعد صبرهم أمام الإبتلاءات مهما تنوعت ومهما تعقدت ومهما كثرت ولكن هذه البشرى أيضا تلحق جميع الصابرين كما قال ربنا عز وجل في صورة البقرة في الآيتين 155-156 ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون والبشرى الكبرى للصابرين تكون يوم القيامة إن شاء الله كي دخلوا الجنة أربي واش يقول الصابرين يقولهم سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة